اشتركوا في القناة بحوث عنه من طرف الانتربول بموجب نشرة حمراء بعدما تمكنت عناصر الامن الوطني بمطار مراكش المنارة امس الجمعة من سوقيف الموقوف الذي يبلغ من العمر تسعة وعشرين سنة وذكرت مساطر اعلامية ان الموقوف كان يشكل موضوع امر دولي بالقاء القبض الصادر من السلطات القضايا الفرنسية مشيرة الى ان عملية تنقيط المواطن الاجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للسلطة الجنائية انتربول اوضحت انه مبحوث عنها من المكتب المركزي الوطني بباريس وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقها من طرف القطأ الفرنسي واضافة المصادر ذاتها انه يشبه في توروط الاجنبي الموقوف في قضية تتعلق بسطو المسلح على مقر احدى شركة بمدينة سان اندريدو كورسي بفرنسا حيث سلب الاشخاص المتواجدين بداخلها مجوهراتهم وساعتهم وهواتفهم المحمول تحت التهديد باستعمال السلاح الناري هذا وتم اخضاع المشتبه فيه لاجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار ايحالته على النياب العام المغتص بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني مكتب انتربول الرباط التابع للمدير العام للامن الوطني باشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مصدرة التسليم ترجمة نانسي قنقر